استعداد الشخصية أبو أسامة المصري في مسلسل الكتيبة 101 مر بكذا مستوى أولا أنا بشكر القائمين على المشروع بصراحة لم يتدخلوا أي جهد أو أي وقت أو أي طاقة في أن هم ينورون الطريق تمام شخصية أبو أسامة المادة الفيلمية الخاصة بي أن كان في مقاطع فيديو أو مشابه مش كتيرة أوي مش متوفرة أوي ولكن هم برضو كانوا بيحاولوا أن هم يوررون الموضوع ده والحاجات البسيطة التي كانت على اليوتيوب كنا بنشوفها ووفرنا طبعا مصاحين لللاحجة السينوية عشان لما أخوتنا وولدنا في شمال سيناء أو في محافظة سيناء يعني لما يتفرجوا على الشخصية يحسوا أن فيه تماس ما يكونش فيه أي غربة ما بين اللي بيتكلم بلهجتهم من عدمه يعني فده فيما يخص الإرشادات يعني فيما يخص أنا كوليد فوز كممثل يعني أنه أنا اكتهت على قد يعني ما قدرت أن أنا ألتزم باللهجة مع الخبرة مع التكنيك بتاعي فالدنيا مشت يعني الحمد لله أصعب المشاهد الكاتف المسلسل والله كلها صعبة الحقيقة بس سواء لو أنتكلم كإنتنس يعني كحاجة زيادة يعني المشاهد الحركية يعني مثلا المشاهد بتاعي اللي هو لما أنا بهرب من من نور اللي هو بلعبه وطبعا زميلي وصديقي للعزيز النجم عمر يوسف وأنا بجري منه في حصار الشيخ زوايد يعني كنا بنصوره في رمضان وأنا كنت صايم بصراحة والدخان بقى والكوتشت المحروقة والعربات المحروقة والجو يعني كان جميل حر جميل يعني فكات الأجواء جميلة يعني بصراحة أصعب المشاهد على المستوى الأدائي كان مشهد النهاية اللي هو سيبينها مفتوحة يعني المفروض من شخصية أبو أسامة هي الشخصية الشريرة الوحيدة اللي تثابت كتمهيد لجزء تاني إذا ربنا أراد يعني وإذا أراد صنع العمل إنه هم يدوا الإشارة الخضرة لجزء تاني يعني وبرضو الجمهور الجمهور الكريم إذا حب يكون فيه جزء تاني إن شاء الله فالمشهد ده كان صعوبته فإنه يعني تقدر تقولي كان فيه قبليه مشاهد كثيرة صورتها وكان فيه ساعات كثيرة جدا تكاد تكون أكتر من مثلا من 12 ساعة وده المشهد الأخير الموجود في اليوم كان الجو برد جدا وساعتها كان لبسي كان خفيف تمام قد يبدو لنا بقوله ده أنه هو حاجة بسيطة لكنه لا الحقيقة كان جو ونصور في الحزام لغدر فكنا في صحرة فالموضاق كان مختلف شوية الكلام نفسه كان بلعبك فلساني يعني كان كله باللاجة السيناوي طبعا زي بقيت دوري بس كان موضاقا بلعبك شوية كان المشهد ده كان محتاج تركيز شوية وإن أنا إزاي أشوأ الجمهور لجزء تاني أو أن الشخصية دي مكملة إزاي استعدادي لشخصية المطالب ابن عبد الله الخزاعي في مسلسل رسالة الإمام الشخصية دي لها مرجعات تاريخية طبعا كان والي مصر فترة مثلا قلت سنة سنة ونص حياته كانت فيها تقلبات صعود وهبوط غير ثابت يعني تاريخيا هل هو كان الرجل ده فعلا صديق للشافعي ولا ولكن يقال طبقا للروايات أنا كان صديق للشافعي كان معروف عنه أنه هو دهية سياسية حقيقة يعني في العصر ده يعني فده المعلومات دي يعني خليتني أنه ده المدخل الحاجة التانية أنه إزاي أن أنت هتقدي دورك باللغة العربية الفصحة طيب أنا كنت وده العادي تعني أنه بقرأ القرآن الكريم القرآن الكريم هو أفضل علاج لأي شخص عنده خوف أو شك في لسانه إذا كان هيا رف يتكلم باللغة العربية أو لأ يعني والحقيقة دي نصيحة يعني مني لأي ممثل لسه ناشئ أو أي ممثل صغير أي ممثل حابب أنه هو يقوي ما خارج ألفاظه أو أنه هو يكون متمكن من حرفته أو مهنته أنه هو يقرأ القرآن ده بيفيد كتير جدا غير طبعا على المستوى الروحاني وما شابه يعني ولكن هو بيساعدك جدا في مخارج ألفاظك الحاجة الثانية طبعا أنه أنا تطلعت جدا لفكرة أن أنا أسمع أكتر ما أتكلم أنه أنا كنت بسمع توجيهات الأستاذ اللي هي تحجه اللي أنا كنت بجدة شرفت أنا شغلت معاه فعلا وده مش مجاملة الراجل ده أنا بتفرج على شغله في أعمال كثيرة جدا في الدراما العربية والدراما السورية بواجه خاص نخرج على أعلى مستوى فعلا باعتبر نفسي محظوظة أنا اشتغلت معاه أنا باعتبر أنه شغلي في دراما رمضان 2023 هي في أدوار مهمة في مشاريع مهمة إنتاج المتحدة طبعا دي حاجة أي ممثل يكون مبسوط بحاجة زي كده أنا طبعا سعيد جدا بدا وبتشرف بدا لكن فكرة أنه هو يكون نقلة أنت كإنسان بتعمل عليك النتيجة دي على الله سبحانه وتعالى ربنا هو اللي بيقول بحق الكافي وأنهون إذا قال لكم فيكون فربنا ما بيشاور هو اللي خلاص به هو ده اللي بيحصل يعني لكن أتعشن أنا كإنسان ما علينا غدنا أن أقول يعني يا رب إن شاء الله وتفاعله بالخير تجده موسيقى